خلونا ايه رأيكم نستعرض الحالات بتاعة نادي الاهلي عشان يكون خلصنا البروفايل بتاعة نادي الاهلي قبل ما ننتقل لي نادي الزمالك شهاب بدأ لي العيان ان الاهلي عنده وانتو الذين ذكرتوها يعني عنده مشكلة في الخروج بالكرة خاصة بعد انتقال محمد عبد المنعم لنانت الفرنس شايفوا الموضوع ده ازاي الموضوع ده ممكن واضح للناس كلها كل الناس كلمت في الجزئية دي بالذات داخل النادي الاهلي ممكن قبل ما نروح للحالات الفنية اللي ظهرت في موراة سيراميكا وناخد الحالات دعا نشوف الارقام اللي ظهرت في عملية الاستحواز بتاعة النادي الاهلي في اتلات الملعب دايما الملعب بيتقسم لتلات اتلات فانت تشوف النادي الاهلي عملية الاستحواز بتاعته في الجيم كانت فين موطن السيطرة بتاعته كان فين طول الوقت قدام سراميكا وانقرنوا بنادي الزمالية نجيب الأرقام دي ممكن أماكن الاستحواز دي لنادي الأهلي خلال مبراط سراميكا أغلب الوقت وفي التلت الأخير في نص ملعبه 66% الكرة كان متواجدة فأنت بتكلم في أكتر من تقريبا كان جيم دفاعي بالنسبة على المستوى الهجوم بتكلم في 8% فعدد قليل جدا أو نسبة قليلة جدا بالنسبة لأنت بتلعب خصم مش أقول إحنا مش بنقول خصم سراميكا وخصم ضعيف لكن الأهلي المفروض على الورق أقوى والنادي الأهلي بطل أفرق المعدل بتاع النادي الأهلي مالش يا شباب خلونا نفس نرجع السورة احنا قلنا 8% على المستوى الهجوم على المستوى الهجوم انت في المعادة بتاع النادي الأهلي كاما شبس الناس تعرف لا مش نسبة بس في أغلب الوقت دايما بيبقى الاستحواز أو السيطرة على الكورة في المناطق الدفاعية ما بتبقاش بالنسبة الكبيرة دي 66% تدريبا دخل على 3 تربع الاستحواز بتاع المباركة في نصف ملعبك هو شباب يزيقول ان الطبيعي انت تحت يبقى الرقم كبير بس مش بالكبير بالكاما يعني ممكن يبقى 50% وباقي 50% متقسمة على التلتين الأخير لان اغلب الوقت عملت التمرير وحرية التمرير بتبقى موجودة في نصف ملعب في نصف ملعبك انت كفرين لكن الصعوبة كلها حارة البلد عبت على الهجوم ده بقى اللي افتقد النادي الأهلي ان اغلب الوقت كتكورة بتتقطع وتفضل موجودة برضو في نصف ملعب النادي الأهلي لكن دي الجزء اللي احنا عايزين نروح لها النادي الأهلي كان دايما بحطة الخروج بالكرة كان بيوجد فيها صعوبة الكرة بتمريرة واثنين والتالتة تتقطع وتروح لفرقة السراميكا وتبدأ عملية بناء اللعب من جديد نروح للصورة اللي بعديها واللي بتأكد برضو عملية النواحي الليجومية بص الأرقام يا سيد رجاء لو بصيت على الخمس خطوط النواحي الليجومية للنادي الأهلي أرقامها ضعيفة جدا من العمق أو على أطراف سواء في العمق أو استغلال أطراف الملعب اللي انت نادي الأهلي دايما كان مميز وعملية أطراف الملعب سواء الباكين لما كان موجود معلوله لما كان موجود محمد هاني ما حيث أن الشحات بيرسيتاو يعدد الاختراكات صح كده بالزبط لكن انت بتتكلم في النسبة اللي انت في أطراف الملعب بوجود إمام مع إيحة طبط الله وهنا كان عمر كمال قبل إصابته وبعد كده أكرم توفيق مع بيرسيتاو وتلال عدد الأولاي كمان في عمق الملعب رغم وجود أفشل المفيد هو نوع بلاي ميكر رغم أنه بيلعب في طريق 4-3-3 حتى لو بيلعب 8 أشمال أو بيغير مركزه داخل الملعب لكن بعدك لعيب صنع اللعب داخل الملعب حتى استقلال العمق ما كانش يقوي بالنسبة لنادي الأهلي فالأرقام الهجومية للنادي الأهلي على مدار الخمس خطوط الهجومية للنادي أهلي ضعيفة جدا مقارنة بكل المباراة السابقة وده يمكن راجع للمشكلة اللي كانت عندنا نادي أهلي في المباراة هو عدم الكودة على الخروج بالكورة عدم السيطرة على منطقة وسط الملعب اللي أفقدته تقريبا الاستحواز على المباراة تعال نقارنوا بنادي الزمارك عدم الخروج بالكورة عدم السيطرة على منطقة وسط ملعب ممكن الأهلي يعمل إيه علشان يحسن من موضوع خروج بالكورة وستيطرة على عشان نور بيدي بس بمواجهته للزمالك ناخد الأرقام بتاعت الزمالك قدام فرق بيرامدس اللي هو بيلعب منافس أقوى نادي الزمالك كان داخل داخل مباراة بيرامدس بمشكلة كبيرة جدا وهو كان غياب دونجا اللعيب رقم 6 اللي بقدر يستعيد لك الكورة بشكل قوي اللعيب البروفايل اللي زي ما جهر تكلمين اللي ما فيش في الفرق أصلا لعيب شبهه انت ما عندكش حتى ما اقتمت على زياد كمال هو زياد كمال لعيب رقم 8 وكان فيه يعني مش أزمة هو نادي الزمالك كان بيدور على العيب أفضل منه أو كواليتي أحسن منه يدعم بمنطية وسط الملعب ورغم كده نادي الزمالك على المستوى الهجومي أو مستوى التلت الأخير من فرق بيرامز اللي اعتبر أفضل فرقة من حيث السكواد الموجودة في البطولة ما بين الأربع فرق ممكن يكون عندهم مشاكل دفعية لكن عندهم قدرة هجومية وقوة هجومية كبيرة جدا ورغم كده نادي الزمالك قدم جيم كبير في عملية الاستحواز في نص ملعب المنافس ونمكن شفناها والأرقام ببينها فدي المشكلة لها تواجه النادي الأهلي اللي انت عندك أزمة في عملية الخروج بالكورة وهتواجه خصم بيجيد التمرس في حتة الاستحواز وعنده لعيبة عندها ابتكارات كبيرة جدا زي ناصر مار وعبدالله السعيد وعلى الأطراف بتتكلم فيه أحمد مصطفى زيزو ومش لاك نحتش مال في الزل غياب مصطفى شلبي مع وجود سيف الجزير اللي كعبه علي على النادي الأهلي نجيب الصورة اللي بعد كده واللي بتوضح برضه الخمس خطوط الهجوم النادي الأهلي النادي الزمالك آسف هتلاقي دايما القوة الجميع بتاعت نادي الزمالك من على الأطراف المرعب كنت أتمنى ان لا نستعرضه لما نيجي نتكلم عن زمالك بأس بعد ده أنا بعمل الرابط بس أنا أعمل الرابط لأن في الآخر الفرقتين هم هيواجهوا بعض قوة اللي اتميز بها نادي الزمالك أمام بيرامدس هي بتواجه المشاكل اللي نادي الأهلي والمشاكل اللي ظهرت على النادي الأهلي أمام سيراميكا كلوباترا ممكن المشاكل دي ما تظهرش لأن تركيبة وسط ملعبة تتغير بعض العناصر تتغير عناصر اللي كان وغضة قصة من الراحة أمام سيراميكا هترجع تاني لو مثلا مروان عطية إمام هيرجع يلعب تمانية شمال ممكن يعتمد على أمام تمانية يمين ويعتمد على أحمد نبيل كوكا شمال وطبعا عودة حسين مع بير سيتاو مع وسام لو جاز أو طاهر أي أن كان منهم اللي هيلعب طبعا أن أكرم خلاص اتخذ منك بمنطقة وسط ملعب ورح بك يمين لأن أمر كمال أصبح خارج المباراة لحد اللحظات دي فأنت بتتكلم الصورة ما بين مواجهة الأهلي والسيراميكا والمشاكل اللي ظهرت في المقابل مواجهة الزمالك وبرمز وقوة اللي ظهرت على نادي الزمالك رغم كم الجيابات اللي عند الفريق والنواقس اللي موجودة لا النادي الأهلي هيتعرض لمشاكل كتيرة جدا داخل الجيم بسبب الأرقام اللي احنا شفناها والتميزه عند نادي الزمالك واللي بيواجه الناحى الثاني أزمات عند نادي الأهلي على مستوى الدفاع في الخروج بالكورة وعلى مستوى منطقة وسط المعب حلو جدا